أطلقت وزارة التموين معارض أهلاً رمضان لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك دمن أليات الدولة لتوفير السلع وضبط الأسواق أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلاً رمضان بمحافظة الجيزة لتوفير مستلزمات شهر رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية الرمضانية هو نموذج لتدخل وزارة التموين بأحد ألياتها السريعة والمنضبطة وهي السيارات المتنقلة وزارة التموين عندها 300 سيارة على مستوى محافظات الجمهورية وهو مشروع السيارات المتنقلة بحمولات مختلفة 1.5 طن، 1 طن، 5 طن، بنترح فيها 3 حاجات رئيسية أولاً اللحوم الطازة والمجمدة والدواجن المجمدة بالإضافة إلى السلع الحرة والسلع التموينية وأصناف من يميش رمضان تعتبر السيارات المتنقلة هي أداة بتستخدم من جانب وزارة التموين في الأماكن اللي ما فيش فيها مجمعات استهلاكية ولا معارض أهل الرمضان عندنا 300 عربية بتجوب محافظات الجمهورية بالإضافة عندنا إلى 100 سيارة أو 100 قافلة متنقلة بتشارك معنا في معارض أهلاً رمضان عشان توفير السلع بنسب التخفيضات الموضوع بقدارة التموين من 25% لـ 30% المعارض تأتي بمشاركة مشروع جمعيتي وعروض لأكثر من 100 شركة بالإضافة إلى إقامة معارض فرعية في عدة مدن تابعة للمحافظة داخل أهلاً معارض رمضان احنا عندنا أكثر من 22 منفذ المنافس دي بتقدم تخفيضات بتصل من 20% لحوالي 30% الأسعار الحمد لله عندنا فيها سبات من بداية من شهر واحد رغم كل الأزمات اللي موجودة احنا الحمد لله الأسعار سبتة 27 سلع الموجودة على منظومة التموين والإضافة للسلع الأخرى الخطوة دي عشرة على عشرة مش وحشة وحلوة وأسعارها حلوة وأسعارها في متناول الجميع تأتي هذه المعارض في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بين وزارة التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص بالمحافظات لاستقرار الأسواق وضخ كميات من المواد الغذائية تلبي الطلب بما يساهم في خفض الأسعار